أنا بقول برضو بنتكلم على تحقيق المزيد من الإصلاح لما بنتكلم على الفكر يعني السياسي والاقتصادي هو فكر بشري بالأساس ولا يوجد يعني إجماع على فكرة واحدة ومن الوارد بل من الصحي أن يكون هناك تباين في وجهات النظر حتى لو اتفقنا على الهدف يعني ممكن نتفق على هدف تحقيق التنمية الاقتصادية أنا كمرشح شايف والله أنه إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص في مرشح آخر يقول لا ندي للقطاع العام في مرشح يقول والله الجمع بين الاثنين في مرشح من المرشحين ممكن يقول والله التنمية تبدأ بالإصلاح الاقتصادي ممكن مرشح تاني يقول والله لا ده تبدأ بالإصلاح السياسي ممكن واحد تالت يقول لا خلينا نركز على التعليم لو حصل تقدم في التعليم هيبقى ليه أثر إيجابي على كل المجالات فالتعددية دي شيء مهم وأنا أعتقد الانتخابات الرئاسية المصرية فيها قدر من هذه التعددية الفكرية والأيدولوجية يعني فيه من يمثل اليسار أو يسار الوسط وهناك من يمثل اليمين وهناك أيضا من يمثل طيار الوسط فيه فرصة أمام الناخب أنه أولا يعبر عن انتماؤه وتأييده لاستمرار دولة 30 يونيو وفي نفس الوقت لديه الفرصة للاختيار بين ألوان مختلفة تسعى لتحقيق أهداف دولة 30 يونيو